مما أنه خلص بدك تعتذر أحسن فريق لعبت معه حسيت أنه يعني الجمهور أو الفريق أعطاك أو أقول لك بدناش نقول الجمهور ولا أكثر فريق حققت معه إنجاز شعرت أنه حققت إنجاز يعني أنا الحمد لله في كل أندي اللي مثلتها في الفترة 22 سنة يعني أعلى أعلى زي ما بحكوها سكور جبتوا من البطولة بنادي شباب الأردن اللي بكنوا كل الحب والإحترام جبت معاهم تقريبا 11 بطولة منها كانت الاتحاد الآسيوي وأنا بظل أحكيها بكل وسائل الإعلام إنه أنا معتز ياسين قبل ما يلعب مع نادي معين لعب 16 سنة وخمس سنوات في نادي كانت كفيلة مع كل الإحترام والحب والتقدير للأندي أنا بحكيها بكل شفافية كانت كفيلة إنه تعمل نقلة نوعية لمعتز ياسين من ناحية النجومية من ناحية الشهرة يعني معتز ياسين بجوز عمل بنادي شباب الأردن أو بالأندي السابقة بجوز عملت أشياء أكثر من ما عملت بالفيصلية بس الصدا كان بنادي الفيصلي بكنهم كل الحب والإحترام نعم كان أكثر مع إنه فيه عتب صغير بس بظل أنا ابنهم وابن كل الأندي اللي عبت محهم لأن أنا بكنهم كل حب والإحترام حتى بنهاية مسيرتي كانت نهايتي في نادي الصلط اللي بممثله بأستاذ خالد عربيات اللي أنا بعتبره زي والدي بممسي عليه فعني أنا أكثر أكثر نادي حسيت أنه فيه إشي مؤثر بحياة معتز اللي هو نادي الفيصلي أكثر مباراة كنت متعلق أو أكثر مباراة حبيتها أو أكثر مباراة لو يعيد فيك الزمن ما بتلعبها مع بعض كلهم؟ هاي وهاي يعني أكثر مباراة يعني كمعتز ياسين فيه مباراة كثير الحمد لله يعني كنت متوفق من رب العالمين اللي كانت في البطولة العربية اللي مع الأهل المصري مباراة ثانية يعني لفضل الله كان إلنا أثر كان الحمد لله واضح والكل كان بشيد عليه هذا الشيء وبنفس الوقت نفس البطولة لو بتنعاد فينا الأيام أني ما ألعب مثلاً الامبران نهائية لأجل اللي صار فيما بعد الامبران شكراً